بالفعل حركة غير اعتيادية تشهدها شوارع إسطنبول قبل ساعات فقط من الاستحقاق الانتخابي الهام في تاريخ تركيا ومنذ قليل ونحن نتجول في شوارع إسطنبول حاولنا أن نتقرب من بعض المواطنين الأتراك ويحضر معي هذا المواطن التركي الذي سأسأله عن ماذا ينتظر من الرئيس المستقبلي للبلاد سايدي مرابا 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 بيومي باشكاً لكي مسؤول مرحبا الأن أرداء من قبل مرحبوةه نحن بإعادة باستعالات في حيال الأن الزراطة الهم ربما 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 يتبرق الأمر من قبل مرحبوة تلك الأحد Renaultناك اليوم سوياتة من قبل مرحبوة حيال العدكات عدت واحدة المترجم للقناة. المترجم للقناة. والأسرارة للتعارة. اشتركوا في المترجمات. وهذا يتم تغير التعديد. هذا المواطن التركي حول معادلات التضخم وانخفاض المحصوص لسعر الليرة في الأسواق العالمية إضافة إلى غلاء المعيشة هنا بتركيا ويتمنى من الرئيس المستقبلي أن يفي بوعوده فيما يخص كل هذه الأشياء ندعوكم إن شاء الله في موعدنا اللاحقة في أهم ما سيحدث في هذه الساعات المقبلة إن شاء الله